اسمح لي أسأل حضرتك يعني كيف يرى الغرب الحادث والدائر في السودان يعني هل يرى بعين المصلحة هل يرى بأن له يعني يد في استمرار الصراع هل يرى بأنه يريد فعلا السلام والاستقرار في السودان زي ما مصر عايزة وبتعمل وبتشتغل طيب خليل نقول الأول أن الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يرى إلا مصالحه والولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح في السودان أي أكبر مكتب للسي آي اي في أفريقيا في السودان دعم لوجيستي معلوماتي بيدعم بيه قوات أفريكم اللي لها عمليات كتير هناك في المنطقة قرن الإفريقي مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية أيضا عدم سيطرة الصين وروسيا على أفريقيا وبالأخص القرن الأفريقي وبيتضمنها بالتأكيد السودان ده من برضو الأمور الاستراتيجية الأمريكية التي تريد أن تحقصها لا يعنيها الشعب السوداني من قريب أو من بعيد لا يعنيها لأن القوم المصري من قريب أو من بعيد ولكن هو يعنيها تماما ألا تكون هناك قاعدة روسية في بورت سودان يعنيها بالتأكيد استقرار السودان لاستقرار القرن الإفريقي لاستقرار حركة الملاحة الدولية في قناة السويس اللي تقريبا 30% من بضائع العالم بتعدي من قناة السويس نفط العالم 30% من نفط العالم بيعدي من قناة السويس فأعتقد أن منطقة باب المندب والقرن الإفريقي من المناطق المهمة جدا وأكبر دليل على كده أن في تسع دول من الدول الكبرى عاملة قواعد هناك الصين القعدة الوحيدة المعلن عنها خارج الصين موجودة هناك في جيبوتي في القرن الإفريقي اليابان لها قعدة في القرن الإفريقي فرنسا لها قعدتين قعدة بحرية وقعدة برية أعتقد الجميع لديه قواعد هناك الولايات المتحدة الأمريكية لديها 2000 جندي موجودين في جيبوتي للانتشار السريع ولكن أعتقد أن هناك قرار من البيت الأبيض والرئيس بايدن بوضع كافة الاحتياجات اللي وزارة العدل والبنتاجون ممكن يلموا أكتر من 100 ألف جندي للتدخل حينما يكون هناك ضرورة ملحة للتدخل هناك إجلاء للبعثات الدبلوماسية أجلوا بالفعل 70 من الدبلوماسيين وأسارهم ولكن هناك بعض الأقوال وصل 16 ألف من الرعاية الأمريكان أمريكان وحاصلي على الجنسية الأمريكية من سودانيين وجنسيات أخرى وبعض الأقوال قالت أنها لا تتعدى الألف أو الألفين ولكن هذه الأعداد بالتأكيد هتحتاج عدد كبير جدا من القوات لإجراء عملية لإجلاء الرعاية من السودان فبالتأكيد هناك اهتمام كبير من البيت الأبيض لما يحدث في السودان ولكن بما يحقق مصالح أمريكا والغرب مش عشان خطر عيون السودانيين بالتأكيد هل ده هو الخطاب الظاهر والمعلن في الإعلام الأمريكي؟ هو الخطاب المعلن في الإعلام الأمريكي يعني السيد بلينكين وزير الخارجية بيدعو الأطراف إلى وقفة يطلق النار والجوز على تقوط المفاوضات أي تقوط مفاوضات عندما نجلس أن تقوط المفاوضات مع حمدتي قائد الميليشيا العسكرية التي خرجت عن السيطرة وخرجت عن الشرعية في البلاد ده اعتراب بحمدتي يعني ده تمهيد إلى المستقبل إلى وجود طرفي نزاع في الدولة السودانية ويمكن أن نصل بعد كده لمفاوضات الانفصال وتقرير المصير وبعيد السيناريو يعني سيد برهان كان حكيما عندما رفض تدويل الأزمة السودانية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة هذه الأزمة لا يمكن تدويلها لأن هذه الأزمة أزمة داخلية هذا تمرد داخلي داخل قوات تتبع إلى القوات المسلحة وتمردت على السلطة الشرعية لابد من التعامل معها من هذا المنطلق ولكن نتفاوض نتفاوض مع من؟ عندما تتفاوض مع حمدتي هذا الذي يجه القراءة والكتابة هذا الذي جند المجرمين وخريج السجون وخريج السوابق وسارق الجمال وسارق قطاع الطرق في السودان وكون منهم هذه الميليشيا للأسف استخدمتها دول كتير يعني الروس استخدامه حمدتي وقوات الجنجويد في هذا الوقت قوات الجنجويد اللي هي الفارس الذي يمططي حصان ويحمل مدفع رشاشة كلمة جنجويد وتم استخدامهم في ملف الليبي مع فاجنر جنباً إلى جنب لضحر قوات غرب ليبيا والجماعات المتطرفة وجماعات الإخوان المسلمين والمرتزقة التي أرسلهم الرئيس التركي رجلتها بأردوغان عشرين ألف من المرتزقة السوريين موجودين في غرب ليبيا كان في هذا الوقت يستخدم حمدتي في هذا الوقت حمدتي هذا موجود في أفريقيا الوسطى موجود في جنوب السودان موجود في أكثر من عشر دول في السودان هذه الميليشيا تحقق مصالح لهذه الدول وحكمها وأيضاً تحقق مصالح مالية كبيرة جداً لحمدتي ده بخلاف الدهب اللي حطت إيده عليه في السودان واللي بيقدر بنص الناتج القاومي السوداني يتحكم فيه هذا الحمدتي فأعتقد الأمور لابد أن تضع في النصاب عندما نقول مفاوضات مفاوضات مع مان إسمعي أستاذ ماك إذا كان هذا هو الحال مواضيع اللعبة اللي تلعبت في كل ثورات الربيع العربي دخلوا الحسيين ودوهم زلاح وقعد كده قال لك مفاوضات وكانوا عايزين يعملوا كده مع الإخوان ويبقى الشعب المصري والجيش والشرطة وكل المصريين في جانب والإخوان في جانب ونقعد نتفاوض وهو ده اللي حصل في ليبيا وهو ده اللي حصل في العراق وهو ده اللي حصل في سوريا وهو ده اللي بيحصل في اليمن إذن هو وكنت أنا دايماً بقول يصبح الإرهابي جزءاً من الأمر الواقع كفصين سياسي هو ده المطلوب أو اللي بينادوا بي ترجمة نانسي قنقر